اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات وطيدة ممتدة عبر التاريخ تستند الى اسس متينة وشراكات استراتيجية واعدة مشيرا سموه الى الحرص الذي توليه المملكة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين والدفع بها نحو مستويات اكثر تقدما بما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد الاستريو لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في اداء مهامه الدبلوماسية الجديدة مشيرا الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد تطورا وتناميا مستمرا على مختلف الاصعدة من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات المشتركة لافتا سموه الى اهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للدفع بالعلاقات نحو شراكات اكبر بما يعود بالخير والنافع على البلدين والشعبين الصديقين واشار سموه الى اهمية ترسيخ ركائز الامن وتعزيز السلام بما يرفض مساعي التنمية ويعود بالخير والازدهار على الجميع لافتا الى الدور البارز الذي تطلع به المملكة المتحدة الى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الامن والاستقرار الدوليين في المنطقة والعالم كما جرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات على ساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة ترجمة نانسي قنقر